شكراً السيدة وزيرتي الخارجية واسمحيلي في البداية أن أنا أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس مكرو وللسيدة رئيس السزراء برباتوسة ميا مطلي على حدثها الرائع والملهم اللي تحدثت بي وكل من تحدثوا فيها الجلسة بفتتاحية واسمحيلي أنا حخلي المداخلة شقين الشق الأولاني هو شق عبارة عن تسجيل لوجهة نظر مصر في الموضوع كله ثم أتحدث عن الجهد والموضوع الإجراءات وما تحقق على المستوى الوطني مهم أول أن أنا أشكر فخامة الرئيس مكرو على أنه استضافة هذا المؤتمر المهم في وسط هذه الأزمة أو الأزمات المتعاقبة التي مرت العالم تقريباً على مدار أكتر من ثلاث سنوات والحقيقة هي ألقت بزلالها الكبيرة جداً على العالم وعلى يمكن بشكل أكتر وعباء أكبر على الدول النمية والذات الاقتصاديات يعني هشة ويمكن تهدد المكتسبات التي تم تنفذها بوسط هذه الدول خلال الفترة اللي فاتت الحقيقة هذا الواقع الجديد يفرد على الجميع التكاتف لتعزيز النظام متعدد للأطراف ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النمية وأكثر قدرة أيضاً على الصمود أمام الأزمات بما ممكننا من مجابة التحديات تغير المناخ التي لم تكن طبعاً لم نكن المتسبب الرئيس فيها ولكن نحن الأكثر تضروراً منها في مثل هذه الظروف استضافت مصر طبعاً القمة العالمية للمناخ شرم الشيخ اللي هي فبتو تي سيفن في نوفمبر الماضي وكانت مستهدفة ترجمة الطموح والتعهدات كالعادة واسمحوا لي أنا مش حخرج كتير على النص ولكن أريد أن أقول دائماً نقول حجم المشكلة والتمويل وكيف يتم تدبير هذا التمويل غير كده لن يتم أبداً التحرك في تقديرنا لحل أي مشكلة إحنا بنترحها سواء كان على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي هنا كان الهدف هو ترجمة الطموح والتعهدات لواقع ملموس بما دعم التحول العادل من أجل تحقيق الدمو الأخضر وبلغ أهداف التنمية المستدامة وفقاً للأوليوات الوطنية لكل دولة في هذا الإطار أود أن أشير إلى أن رؤية نصف في تحقيق الدمو ترتكز على توفير فرص عمل نصف العيش كريم وتعزيز مقدرات الدول عبر التحول العادل إلى أمات للإنتاج والاستعلاك المستدام تقوم على الأسس العلمية والاستخدام الأمس للموارد الطبيعية والامتسال لإعتبارات كفاءة الطاقة وبالتالي فإننا نقدر أن نمو الأخضر ليس بديلاً عن التنمية المستدامة وإنما محفزاً لها وأنا في التجربة الوطنية اسمها أولي أشير على مجموعة من المشروعات التي تم تنفذها في إطار يخدم النمو الأخضر وفي نفسه بوقتي حقق التنمية المستدامة في هذا السياق يعني دعوني أجيب بشكل عملي على سؤال السيدة وزرية الخارجية حيث تحضرني التجربة المبتكرة لبرنامج نوفي وهذا البرنامج هو برنامج أطلقناه خلال المؤتمر ولاقة زخماً دولياً كبيراً للاستدافة عزيز الشراكات وتوفير التمويل العادل والمستدام لدفع العمل المناخي بالتركيز على قطاعات المياه والغزاء والطاقة في إطار متكابل وهي تطمن البرنامج منصة وطنية للمشروعات القابلة للسسمار تم إطلاقها بمشاركة مؤسسات تمويل دولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم البرنامج من خلال التمويل الإنمائي الميسر والمختلط في دومة تقدم تبرز محورية التمويل باعتباره العامل المحوري زي ما ذكرت قبل كده في تحقيق التنمية المستدامة مما فيها مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاقية باريس مواجهة تحقيق أهداف مواجهة تحقيق أهداف فضلا عن معالجة الاختلالات الهركالية للنظام المالي العالمي الذي يتحد من قدراته على الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات وطبعا زي ما شفنا النهاردة تم النقاش كثيرا على منظومة أو النظام المالي العالمي وأدي هذا النظام خلال السبعين تابنين سنة حصلت تطورات كبيرة جدا جدا وبالتالي هو يعني يمكن كل الكلام بيأكد أن هذا الأمر محتاج أن احنا نتحرك في تطويره عشان يجابه هذه التحديات ونقدر أن هناك حاجة لتبني منظور شامل يضع تمويل التنمية في قلب أجندة العمل متعدد الأطراف ويضمن عدلته والصدامته إضافة إلى معالجة التحديات ذات السلة ويتمثل أحد أهم التحديات في الأثر التراكمي للأزوات الدولية المتعاقبة حخرج هنا يعني في مصر أطلقنا برنامج للإنصال الإنصال في 2016 وحقق هذا البرنامج مع صندوق النقد الدولي كل الأهداف اللي احنا كنا بنتمنىها ووصلنا إلى معدل نموه 6% وكل الأمور كانت مبشرة جدا جدا إن لو استمرنا بهذا الشكل الأمور هتحقق هتحقق الهدف اللي احنا من أجله عملنا برنامج الإصلاح لسوق الحظ خلال أزمة الكوفيد الـ 19 والأزمة الروسية الأوكرونية أنا بقول أن ده كان ليه تأثير سلبي كبير جدا جدا على مصار أو على المصارات التي تحققت فيها النجاحات المختلفة وترجعت بشكل ملحوظ النجاح اللي احنا حققناه ومنها ارتفاع التدخم العالمي لمستوىات قياسية وتنامي إشكالية الديون بشكل خطير وامتدادها للدول النامية متوسطة الدخل يضاف إلى ذلك جدوى المعونات التنموية وتعظم المشروعيات المشروعيات المقتردة بها هنا أيضا مهم أول أن أقول في النقطة دي أن احنا كان لنا خطة لإدارة الديون اللي احنا عملنا بها خطة التنمية المستدامة برضو هذا الأمر نتيجة الظروف اللي مرت خلال 3 سنوات ألقى بصعبات كبيرة جدا أمام استمرار نجاحنا الفعال في خطة الديون وبالتالي احنا بنضغط نفسنا ونصر على أن احنا ندير هذا الأمر بما يحقق الأهداف الوطنية لذا فإننا نتطلع لإسام قمة المثاق التنمية الجديد في دفع المناقشات بمختلف المحافل الدولية من خلال عدد من الرسائل على رأسها ضرورة تكاتف الجميع لا سيما مؤسسات التنمية الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية بالتركيز على تنفيذ متوسيات محفز أهداف التنمية المستدامة الذي أطلقه سيكرتير عام من أهم المتحدة بالتعاون مع شركاء التنمية وبما يتصف مع الأولويات الوطنية تبرز أيضا أهمية اتخاذ قرارات دولية سريعة تحولة دون اندلاع أزم الديون كبرى مع استحداث آليات جاملة ومستدامة لمعالجة ديون الدول منخفضت وبتوسطة الدخل فضلا عن التواصل في مبادلة الديون من أجل الطبيعة كذلك توجد ضرورة لإصلاح الهيكل المال العالمي لتعزيز سنويل التنمية المستدامة بما يتضمن إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي وتعليق أو إلغاء تعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية للصندوق وقت الأزباد في هذا السياق ضرورة تطوير سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة لأطراف لتعظيم قدراتها على الإقراض وتسير نفاذ الدول الانمية له وكذلك تعزيز الحوار بينه وبين وكالات التصنيف الانتماني لزيادة قدراتها على الإقراض دون المساز بتصنيفها علماً بعد المجتمع الدولي توافق خلال قمة شرم الشيخ على المطالبة بالكثير من تلك الإصلاحات ختاماً في الكلمة التي أردت بها تسجيل وجهة نظرنا في الموضوع ككل لا يفوتني أن أشدد على أن تمويل التنمية المستدامة أمر جوهري في مواجهة تغير المناخ والذي يمثل خطراً وجودياً ومن ثم فأنه يعد هدفاً عالمياً لتحقيق المصلحة المشتركة للجميع وليس شأناً خاصاً بالدول النامية اسمحولي هنا هتكلم على الجهود اللي بذلتها مصر باختصار شديد لأنه تزيد عن الوقت المخصص أنه أنا أقول لكم جميعاً أن مصر تحركت في موضوع المناخ بوقت مبكر جداً ويمكن إحنا كن لنا مساهمة كبيرة جداً في اتفاقية باريس بحضورنا هنا أثناء عقد هذا المؤتمر وبقول فيه أن إحنا تحركنا وعملنا برنامج طموح جداً جداً يستهدف التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة بشكل كبير جداً حتى 2030 وتحركنا فيه وحققنا المستهدفات اللي احنا بنتكلم فيها بالإضافة لكده دخلنا فيه برامج تستهدف تنمية مستدامة وفي نفس الوقت تحقق التحول الحماية وتنمية البيئة مثال احنا كان لدينا مجموعة من البحيرات على البحر المتوسط هذه البحيرات كانت في حالة صعبة جداً جداً ملوثة للبيئة وتم تدورها احنا بنتكلم بنتكلم في أكتر من 13 مليون متر مية بيتم معالجتها من مياه الصرف الزراع حتى يتم استخدامها أكتر من المرة منحق بيها هدفين الهدف الأولان إن احنا عارفين إن إن بقى فيه مياه إضافية كحسس من نهر النيل حيب أمر يصعب تحقيقه في هذه المرة لا؟ ثم في نفس الوقت الاستفادة من هذه المياه وما تبقاش ملوثة للبيئة كل البرامج دي اللي أنا بتكلم فيها اللي هي طاقة جديدة ومتجددة أو أو معالجة مياه أو تحسين شبكة طرق واستخدام وسائل النقل الكهربائية كلها هذا البرنامج كلفنا أموال ضخمة جداً جداً وتعاملت خطة خطة ديوء لتمويل اللي أنا بتكلم فيه ده الخطة كانت ماشية بشكل جيد وكنا قادرين على أن إحنا نلبي إدارة هذه الخطة بشكل متوازن بما لا يمثل ضغط علينا وعلى موردنا ولكن نتيجة الظروف اللي حصلت خلال الثلاث سن اللي فاتوا أنا قادر أقول ببساطة أن إحنا محتاجين تفاهم من جانب شركائنا في التنمية ومؤسسة التنميل الدولية أنها تراعي هذا الأمر مش بس لمصر لمصر وللدول اللي هي ظروفها زي ظروفها شكرا جزيلا شكرا شكرا